بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء العزاء على موقع وقناة هوس التكنولوجيا ميزة جديدة يطل علينا بها مطوري التليجرام وهذه الميزة ستغنينا بتاتا عن استخدام البوتات فأنا شخصيا كنت أستخدم الكنترول البوت لأجل إرسال رسائل مجدولة إلى القنوات لكن قام مطوري التليجرام بمساعدتنا في الاستغناء عن استخدام البوتات حاليا الميزة تعمل في القنوات والمجموعات وحتى الرسائل الشخصية فمثلا عند إرسال أي رسالة تريد أن تصل بوقت محدد أو بتاريخ محدد يمكنك جدولة هذه الرسال حسب ما تريده ممكن أن ترسل رسال ليلية على سبيل المثال وتريد لهذه الرسال أن تصل صباحا يمكنك تحديد تاريخ ووقت الاستلام أو مثلا تريد السفر وتريد لقناتك أن تبقى مؤحلة ونشطة فتقوم بإرسال بعض الرسال المجدولة ويقوم التليجرام بالبدء بإرسال الرسال حسب الموعيد والتاريخ والوقت الذي تقوم بتحديده لنبدأ أولا بإرسال الرسال المجدولة لرسالة شخصية تكتب مثلا الرسالة التي تريدها ثم تضغط مطولا على زر الإرسال فيظهر لك أمر جدولة الرسالة في درس السابق قمنا بشرح كيفية إرسال رسائل صامتة وهذا الأمر موجود أمامكم الآن نحن الآن في صدد شرح كيفية إرسال الرسال بأوقات وتواريخ معينة أو كما هو موضح أمامكم كجدولة الرسالة ثم نضغط على الجدولة وهنا يظهر التاريخ والوقت الذي نريد تحديد موعد استلام الرسالة فيه فمثلا في عشرين تسعة الساعة الثانية والنصف طبعا هذا عمود الساعات وهذا عمود الدقائق نحن اليوم في تاريخ الثالث عشر من ستمبر هنا تستطيع تحديد التاريخ الذي تريده وهنا تستطيع تحديد الساعة والوقت الذي ستصل الرسالة فيه بعد الانتهاء تضغط على زر إرسال بتاريخ ثلاثة أكتوبر عند الساعة الثانية والنصف تقريبا ثم تضغط على إرسال الآن ظهرت لديك رسالة مجدولة ممكن أن يكون لديك أكثر من رسالة مجدولة لنفس الشخص فنلاحظ ظهور أيقونة جديدة بجانب هذا الزر هذه هي الأيقونة تضغط عليها فتظهر الرسال التي تمت جدولتها لهذا الشخص تستطيع إرسال عدة رسائل بنفس الطريقة ضغطها مطولة ثم جدولت الرسال ثم تختار اليوم الذي تريد إرسال الرسالة فيه ثم تضغط إرسال وهكذا تبدأ الرسال بالتخزين والحفظ ضمن سحابة الرسال المجدولة لاحظ بأنه لا يوجد أي رسالة الآن لكن عندما تضغط على هذه الأيقونة ستظهر لك الرسال التي تمت جدولتها إذا كنت تريد إلغاء الجدولة وإرسالها بالوقت الحالي فيمكنك الضغط على الرسالة ضغطة واحدة فقط ثم تضغط على زر إرسال الآن أو يمكن تغيير موعد الإرسال هنا أيضا يمكنك إعادة الجدولة وتغيير موعد الإرسال أو يمكنك الحذف والتعديل وإرسالها الآن الإرسال الآن كما ذكرنا تضغط على زر إرسال الآن فيتم إرسال الرسالة الآن بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر والحواسيب تعمل بنفس الطريقة لكن بدل الضغطة المطولة تضغط بالزر الأيمن للموس فيظهر لك خيار جدولة الرسالة وتقوم بتنفيذ نفس الخطوات بتحديد اليوم والتاريخ والوقت المناسب بالنسبة للقنوات أيضا بنفس الطريقة إن كنت تستخدم القنوات بنشر رسائلك أو إرسال الملفات الكبيرة فيمكنك استخدام هذه الميزة تستطيع أن نشئ أي رسالة تريدها مثلا هذه الرسالة أو هذا البوست ثم تضغط بالزر الأيمن للموس وتضغط على جدولة الرسالة فيظهر لك التاريخ الذي تريد الإرسال فيه والوقت ثم تضغط على سيف هذه الميزة مفيدة جدا في القنوات بالنسبة للأشخاص الذين يرسلوا ملفات كبيرة فمثلا نلاحظ في قناتي الثانية البوكس مانيا يوجد العديد من الملفات الكبيرة كما تلاحظ هنا بحدود 9 ملفات وكل ملف بحجم 500 ميجا فإذا أردت إرسالها بشكل مباشر في القناة ستسبب بعض الأزعاج للمشتركين حيث أنه حسب سرعة النت ستصل الرسالة في كل ساعة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة سيصل أحد الملفات ولن يعرف المشترك بأنه قد تم الانتهاء من رفع أو إرسال جميع الملفات في القناة بينما هذه الميزة ميزة الإرسالة المجدول يمكنك أن تعتمد على وقت الانتهاء فمثلا أنت تحتاج إلى ساعتين لانتهاء من رفع جميع الملفات فيمكنك جدولة الرسالة اليما بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو حسب ما تراه أنت مناسبا بعد أن تقوم برفع جميع الملفات تضغط على جدولة الرسالة ثم تحدد الوقت مثلا بعد ساعتين سيتم رفع جميع الملفات سأختار مثلا على الساعة السادة سوى النصف مثلا سأجدها ساعة احتياطا مثلا تكون على الساعة السابعة والنصف لذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الفيديو نستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته